مفرمت البقدونس. المفرمة دي بقى اختراع. دي مفرمة للبقدونس والشبت والنعناع والريحان. بتقطع الخضرة تغيرها لانها حدة في التقطيع وكمان سهلة. مش بس كده. كمان بتستخدميها لتزين اطباق الاكل عالصفرة. ودلوقتي انا هجربها معيكم. انا جربته طبعا وانا بقول كم ان هو اختراع. اختراع وهتفهموا ليه اختراع. فهوريكم هي بتتعامل ازاي? وبتستخدم ازاي? اناش هجربها غير على البقدونس هي كفاية البقدونس انا هوريكم قد ايه هي اختراع وقد ايه هي حاجة مفيدة ومهمة ولازم تبقى موجودة على صفرتك او في مطبخك. يعني اختراع اختراع. انا دلوقتي حطيت البقدونس هنا هي قوليها من جوة كده بلما حط البقدونس. زي ما شايفين كده هي من جوة. لها فتحتين. ومن هنا كده زي ساككين على فكرة حدة. هي فايلة حدة. وفيها من فوق دي كده اللي هي المكبس اللي بنكبس بيها وبنبتدي ان احنا نقطع الخضرة اللي محطوطة. دلوقتي هشيل المكبس. وهحط في الناحية دي شوية بقدونس. وهحط في الناحية كمان التانية شوية بقدونس. وبعدين هقفل كده بالمكبس. لأ طب هقلل شوية عشان ايه هي ممكن بتحب تاخد شوية صغيرة. البقدونس يبقى تحت. تمام? وبعدين هنزل كده المكبس. وبعدين بقى المفروض ان انا بدور المكبس كده. كده. وزي انا شايفين. سبحان الله. بينزلي فتافيت من البقدونس. اهو. شايفين? اهو. طب هو ما بتنزلش. فلا انتوا فاكرين انه مش اختراع? لأ هو اختراع. هنشيل شوية كمان. علشان احنا ما ينفعش نقول على الاختراع نص كلمة. احنا كده حطينا البقدونس. حطت شوية صغيرة جدا. علينا هقفل كده بالمكبس. كده. كده. هتبتدي ان هي ايه? بتنزلي برضو نقط. زي ما شايفين كده. نقط نقط نقط. فاللي هو يعني طيب تمام. اهو. ان شاء الله هتيجي. زي ما شايفين كده. ما حصلش اي حاجة. ما طلعش اي حاجة. كل اللي طالع فتافيت. فدي احنا مش هنزين بيها الطبقة. هي دي احنا هنوسخ بيها الطبقة. فمن هنا ان انا بقول لكم طاعة البقدونس والخدروات ده. اختراعها ملوش لازمة ويتريمي في الزبالة عشان الواحد ما يسنقص واجع قلب الصراحة.